سؤال بسيط هل الانوثة هي العياط الكتير يعني هل لب انت تجي تحكم على واحدة ان البنت دي فعلا بنت هل يعني الانوثة تقاس بالعياط والمسكنة والضعف يعني ممكن نقول مثلا انه فعلا البنات حسسين مثلا ومرهوفين وحاجات زي كده لكن ده مش معناته انك تزوديها وتقعد اطعاية الالو نهار يعني كده خلاص انت مسختيها بقى كده اصبح دلع زايد والدلع الزايد ده يعني مش حلو الغنج الزايد ده يبقى مش حلو بقى تحس انه مصطنع كده تحس انه ما فيه شيء غلط فلذلك ينفر الدلو دائما من السرطاء يبقى فيه نفور شديد كده منه وبس ده اللي بيحصل يعني طيب اعرف في مصر منتشر انه ايه البنت هي المفروضة اللي اتعايت كتير وتقعد تعمل نفسها بتعايت وانت فاهم يقولك ان طالما هو بيعيط يبقى بيعيط زي البنات او يبكي يبكي زي البنات او يصيح يصيح زي البنات هو كده ما تفهمش المفهوم ده ولكن يربط الصياح والبكاء دائما بالبنات المصيبة الزرقة انه هما يفتكروها انوثة يعني انت واحدة من برج السرطاء اه ليلو نهار تعيط ليلو نهار تبكي ليلو نهار زعلانة ليلو نهار تتحسسي ليلو نهار واخد على خطرك طيب وبعدين متى نعيش متى نعيش طيب سؤال متى نعيش متى نقضي اوقات سعيدة وجيدة وانت ليلو نهار قلبها نكد واحزاء ان الله ينكد عليك متى فطبعا انت تحتار معاه يعني المرأة النكادية هي امرأة ايه والله استنى انا عزق في السنابة دي وراح اجيب الصورة بتاع عبلة كامل وزفت ططين التانية دي الولياء بتاع الكويت دي وما ادريش اسمها الولياء التانية دي برضو حيال فهد ايوة النكاد هو عبلة كامل وحيال فهد لازم اروح اجيب لازم اروح اجيب الصور بتاعاته محطوا مين على السنابة دي بس مشكة عايزين نحفظ السنابة مفيش مشاكل نبقى نعمل لها تعديل فالمهم ان الاثنين المقرفين دول اقول لك اقف السنابة دي كده ملغيها حلو النكاد هو شيء تابع للحزن والحزن هو شيء مثير للدراما والدراما هي الدعاء البؤس والشقاء والحزن فانت بتدخل كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يلا بنا بكتج بكتج احزان على لكشة دموع على دراما على كده صياح على نكد على حاجة كده غريبة استغفالله بس الغريب ان النسوان دول اللي هم يعني يعملين نفسهم نكاديات ومجانين واحنا مجنونين والكلام ده الغريب ان النسوان دي هي اللي منتشرة في الوطن العربي يعني يجي لك واحدة عندها تخلف عقلي عشان تثبت لك ان هي انثاء لازم تعيط لازم تبكي ولازم تعمل جو دراما وافلام كده وطفل كده وبتاع انت فاهم فيعني الجو ده خلاص ادم من ايام عبلة كامل وهو انتهى الجو ده انت لي مش عايزة تفهم الموضوع مواليد التمانينات في مصر عندهم الموضوع ده منتشر او اما اما البت تحب تعمل نفسها وانثاء تسوق الدلعة وتسوق الانوثة عن طريق العياء يا اخي مو لايق الدور صراحة مو راكب يعني انا بصراحة ما ما انجزب ما يعني بالعكس انا تقري يعني المفروض مدري يا كيف بتعمل الموضوع ده لكن في رجالة مدري من هم دول اللي بيجيب معهم الموضوع ده يعني في رجالة يحبه الجو ده يحب البنت تيجي تعيط عنده وهو يعيط عنده ويعيطه عنده بقى الله ياخدكم انتو الاثنين جعلها تكون اخر ساعة تعياط لكم انتو الاثنين عيطوا عليكم ساعة وتفض بحق جاه النبي لما شوف واحد قاعد يبكي جنب واحدة على اسباب تافه اللي اتنين بيبكوا جنب بعض علشان حلة رزة ولا حلة محش انا مش عارف اقول ايه طيب والله تعبت منهم قسم بالله السرطانيين والحيتان والليال المريضة دي الناس اللي عادة تعيط ليل ونهار بسبب وبدون سبب انا ما لقيتش تفسير ما لقيتش تفسير اللي ان ده يعني سوائل زايدة في الجسم وبيطلعوها عن طريق البكاء وعن طريق النحيب وعن طريق الدموع يا ولد قعد تفكر افكر 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 وش القصة بالزبط وش العلم ابكي وش العلم يا ولد والله العلم يبدو والله اعلم ان ده شغل لعب شغل كده استغفر الله بس شغل كده دلع فاضي ومرأة فاضية يعني حتى المرأة بتنقسم الى مرأة مبلولة ومرأة عناشفة دي يعني قسم المرأة فرع المرأة المبلولة كل ينكد ودراما ودموع حاجة كده استغفر الله بس والدعاء الضعف والمسكنة وتمسكن لحد ما تتمكن حاجة كده تضحك صراحة شغل اطفال تحس ان انت قاعد مع شخص طفل في الحضانة انا ما يحبهم صراحة يعني انجد لي الحق انا ما يدخلوا قلبي حتى بزرة واحدة الانوثة ليست دموع وليست بكاء وليست انك تعوش دور الضعيف المسكي دي ناس بتبقى الله يشفيها ممكن اتحرمت من من الامومة او الابوية مدري عندها طفولة متأخرة او تخلف متأخر برضو ما تدري وش صنعيتهم او ناس مبتزلة او شخصياتها فا او اي تفسير يعني اي تفسير للمخلوق ده او اي وصف انه مو عارف يعمل اي شيء سوى العياد بتعلم شيء جديد اتعلم تقول نكت اتعلم افاشات افلاء اتعلم اه بتقول ميمز اتعلم تقول نكت تضحك تعمل اي محور اتعلم حاجات جديدة نمت حياتك كلها بتعيد بس تصيح بس تبكي بس ما ينفع معاناة انا بقى انا اعاني منهم انا اعاني من وجودهم في حياة الله ياخدهم ويحرمني منهم فخلص بقى توعيت للاشكال توعيت لهم وصرت اطردهم بقى يعني الاشكال دي قاعدت فترة في حياة كتير مدري كيف يعني انا كنت مستحملهم بس وكنت قعد اسمع للعياد بتاعه عيطوا عليهم ساعة وتفض وخلاص بقى يعني انا من هنا ورايح اعلنت ان انا يعني يعني فشت ديودي وما عادش عندي ديود افلت ملجأ الايتام اللي انا كنت فتحه افلت الجمعية الخيرية اللي انا كنت فتحها اي حد عايز ده عيط يغور عيط في اي ده يتاخده بعيد عني يعني ما انا فضيلك صراحة وما انا ريقلك ومش مستفيد شيء من عياطك وصياحك ونياحك غرفة ده يتاخدك عياط بعيد تبي تحزن احزن بعيد تبي تصيح صيح بعيد تبي تعمل دراما وافلام بعيد كل ده بعيد عني اما حاجة مع نفسك بعيد طلعني برا المسرحية دي اه خلاص ده توبت الى الله من المشي مع الدراميين والنكديين واقبالكم ان شاء الله لما تتخلصوا من المعفنين دول الاشكال